السلام عليكم اليوم ان شاء الله هاد نوريكم الطريقة ديال التحميس او كيفاش تحمرو الدقيق ديال السوف في الدار انا استعملت هنا تقريبا كيلو واربع ديال ديال دقيق كنسرحوه بهالطريقة هادى فوق واحد سينية عند الجوانب ديالها عاليين كنشعلو الفران على درجة حرارة جد منخفضة يلا كن عندكم الفران ديال الجاز كنشعلوه غير من التحت كنخليو الدقيق في الفران تقريبا عشرين دقيقة الهدف في الاول هو اننا نحيضو الرطوبة اللي في الدقيق كاملة يعني يولي ناشف فمني كنخرجو الدقيق من الفران مرة الاولى كيوليها كدام تكتل يعني كلو كورات كنحاولو نستعملو واحد سبات جولة فحال هادى او شي ملعقة كبيرة كنكسرو هادى الطحين كنفككو هادوك الحوبيبات فحال هكدا ضروري اننا نغربلو هادى الطقيق إلا كانوا هادى الكوتال ضغير كيتفككو فماشي مشكل كي كنتخلصهم الكوتال الكبيرة بزاف كنردو الدقيق الفران ينشف المرة التانية كنخليوها تقريبا عشرين دقيقة مع المراقبة انا النهار اللي حمرت فيه دقيق كان فيها بزاف يعني كانت بزاف ديال الرطوبة في الجو فاضطررت اننا ندخلو تقريبا ثلاثة ديال المرات باش عاد نشف ولا فحال الغبرة ما بقاش فيه الرطوبة من اللي كنشف الدقيق ما كانتبقاش فيه الرطوبة يقدر يخدو منكم جوج مرات في الفرن الى ثلاثة ديال المرات كل مرة عشرين دقيقة كانزيدو درجات حرارة الفرن الى حرارة متوسطة وكانردو الدقيق من بعد عشر ديال دقيق كانخرجوه كانكرطوه مزيان هذك الدقيق اللي من التحت كانقلبوه الدقيق فحالي كتشاهدو هكذا ضروري اننا نكرطو هذك الدقيق اللي من التحت لانهنا الى ما خلطناه شو رضينا هذك الصين يالفرن ونقلبوه فضروري اننا نقلبوه في حال هكذا نكرطوه الجناب ونكرطوه هذك اللي لسق من التحت ونخلطوه وفي نفس الوقت نضغطوه على الدقيق باش نتخلصو من اي حبيبات باقين فيه نردو الدقيق الفررن المرة التانية وكانكرروه نفس العمالية كانكرروه هذ العمالية يعني كاندخلوه الدقيق الفررن من بعد عشر ديال دقيق كانخرجوه كانكردوه هذك اللي لتحت كانقلبوه دقيق مزيهان مع بعضياتو وإلا كانتشيحو بايبات كانتضغطوه لها فحال هكذا حتى نتخلصوه فحالي سوف يتحمر وي سوف يتحمر واخد اللون الاي بغيت إلا بغيتو يتحمر كتر من هكذا وردوه الفررن مرة أخرى حتى يتحمر ويأخد اللون اللي بغيتو طبعا هاد دقيق هادا عن غرب له قبل من ديرو السهوف يعني ماشي مشكيلة بقوا في شي حبيبات صغار مكورين المهم يبقوا شكوتها الكبار كانتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يكون موفيد للجميع كان قول لكم بالصحة والراحة والسلام عليكم